سلام لبنائة وشراكم صحة عيدكم كل عام وانتو محين بخير نعاد علينا وعليكم بالصحة ونحن ان شاء الله لعقوبة العام جاي اليوم حبيتنا شارككم فيديو خفيف بارك وشدرنا قبل العيد بنهار ونهار العيد بساح اليوم اني نحط لكم في الفيديو دوزي مجوغة العيد راني كاو اليوم نهرت على المهيبة ان شاء الله هنحط لكم فيديو واحد اخر كغيمو على المهيبة بسك ما نكذبش عليكم العيد الكبير فيه التعب نهار لول ديجات عقبية هذيك الرقدة الاسطورية انا حطيتهم في الانستغرام وكامل قالوا لي صح نرقدو حتى الرقدة ما تفاقش ورح اكلف الليلة في النهار اللي سانسية اللي راكم مشكم تابعيني في الانستغرام نخليكم الانستغرام تايه هنا اللي سانسية اللي هو اسمه بيو تيرانيا 63 نروحوا اابونيوني فيه مبقاش بزاف على كوت حنقوك ميت كاو ان شاء الله لعشرة الاف برك عشرة الاف وميت كا ان شاء الله هنقف لها في اليوتيوب مع بعضنا دعونا نروحوا الى الوصفة اللي رايجير فاها ماما دونك هذي صبحة العيد كي صبحة العيد هذي ولا لا لا مش صبحة العيد اني خرفت ذنار من قبل رحنا درت شوفوا انا وش درت درت حميس درت سابلي وماما درت لنا الكسرة كوشة شوفوا درت ماما كسرة كوشة تخرجي سونيلت عشد ديت يربي يرحمها وجيتها للكوشة وطيبتها عند الكوش وجيت واحد الكسرة التهبل بالنسبة للمعقادية ان شاء الله اني درك نحطها ملكم بس كون ما صورتش كلش كلش صورت وحطيته يعني في الانستغرام ما قدرش نقسم روحي بين انستغرام ويوتيوب ما حطت لكم المقططفات ولا غوصات درك نكتبها لكم هي من اسهل ما يكون يعني رح تكون بركة سميد وخمارة وملح وشوية سكر وشوية زيد ودرت فيها السنوج وكي ما كم تشوفوا تخليها تطلع وتتعجن بالزبدة ومن بعد اجيكم اتهبل شوفوا كلينا بها شوية كلينا بها جاري جاتت تخف 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 شوفوها هاي لكم من بعد اذهبوا مع بعضان احنا للغاتو اللي درتو اللي درتو نوع واحد العماذا والاخر كومانجيت من برا بالنسبة لغاتو درت انسابلي او شوكولات سهل خلاق كما كم تشوفوها في غير ذو كالتخانسفاغ من فوق تعيد اضحى مبارك ومانا درتها مبارك انتوش وحنا نرجع لصبحة العيد صفحة العيد كما راكم تشوفو الكبش كبش نتاعي مسكين اللي سميته بوجة بها بس ككان جباته كبيرة انا كل عام نسميه كبش تاعي على اللي زنسيانين عارفوني هبلتكم به في الانستغرام كل يوم نصوره لكم حنيتل ودرتلو كل اشياء مراتي اللي صدوغي اللي زنسيان روحوا تفرجوا وش درت فيه الكبش هذا ثم قلت لكم على التسعة عصباح جلنا نذبح وبدأنا نذبحه ومحكمناه غير شيطنا بس هم بعد حكمناه وشوفو ربي بارك يعني انا كنشوف الحم عليش ننسى بوجبها ننسى نرمال كنشوف هذو كشوة الظهما مقتطفات مستوغي بارك بش نوريكم بلي اني نمشي في استوغي لحظة بلاحظة قسمنا تخفيت انا وماما شوفي قسمناه انا وياها الامياب قلت لها شوفي انشي التحكمي تسكي تشوات وانا نحكم تسكي مسارن وكرشة وكلش وهذا كي اماما حكمت شاوتت وانا حكمت اخسلت المسارن يعني نجير فيستاج بما انو هذا اخر عيد رح يكون في دارنا يعني نعمل فيستاج ومبعد لازم كنروح لداري نعمل عروحي هالبنات غيروا عدوا عاولوا عروحكم كوني غسلت الكرشة الخطرة بيان وهذا كنت تسموه انتوما طلاق انسا احنا نسمو طلاق انسا هذا كنت تجي فيه برشة هذاك قولوا ليش كوني غسلت وعرف التخرج وعرف التخرجوا كما تشوفوا اجواتها العيد ان شاء الله كما تكون عندكم وان شاء الله كلها تكونوا عقبتوها كما هكا هذا فطوري لحق ما حبيتش نفطر حاجة كبيرة طرف كبدة بركة شوية حميس شوية فريط وهذه هي حاجة خفيفة وان بعد في الليل بابا حكامي غسلينة في الكبش ايه شافرة حافية اسكتو بركة وشطنا به قصيناه ممعليش هذه هي بنت العيد رحت انا ديغيكتو للعصبانة قطعت كلش المهم قصيتو سكي هي مسارا و ريا وهذو كلش وان بعدت ليهم هبرة وزيت الملح في الفلاك حراس الحانوت وفوحت وزيت برشة دبشة شوية معدنس وشوية كرافس وبصل وثوم ونزيد لها العظام وهاذي هي العصبانة تيح يجب نينة تهبل حتى هذي يجب نينة عسل جربوها وتشوفو هاي هنا زيت لها العظام وحشيتها اسجوس بركة بالنسبة للناس اللي تعمل كرشة بالخيط انا نقولكم اخطبكم من الخيط بعد جوت خليكم في الشخشو خو ما بيشو شي احنا من هاللي اكتشفنا الكوردان معدناش صراحة معدناش نخدمه بالخيط دونك جيب الكوردان طاعك اقف لها خلي غير فامها حمرها منه ومبعدك اقف لها اهنا درت انا كعبالية مشي حارة اختينا نخاف من الحار والاخرين المقلبين كما هكا بشيبانو باليحارين تاع بابا حطيتهم وحدهم وهذا ما كان كان عيد خفيف وصحة عيدكم ولعقوبة العامجين ان شاء الله يقولولي انتو ما واش درتوا منقلقين نقولكم سلام